احنا قلتها في مناسبات سابقة قلنا احنا سعيدين ان ترمى الكرة في ملعبنا صحيح بلغة اهنة قابلين انه الناس ترمي بشاكلهم واني اقصد الناس مو المواطنين عفوا نعم كل الاحترام والتقدير ولكن اقصد انه فيما لو كانت الجهات المشتركة معنا في آلية التعيين والتوظيف ترمي بالثقل والكرة دائما في ملعبنا احنا سعادة لانه بالنتيجة كلين متخوفون انتو يعني هسه على اقل تقدير احنا نجاوب الناس باريحية بشفافية منظم عليهم منطمطم الحقائق واضحين في كل ما نتحدث بي استاذ عمار احنا وين مصلحتنا بتأخير هواني هذا سؤالي طبعا احنا احنا من اول الاعلاميين اللي صار عندي تجارب ومجلس الخدمة واكثر من حلقة واحنا حتى وضحنا الناس شنو وظيفة مجلس الخدمة فاعرف شغلكم اعرف ان انتم متقصرون اعرف الاستاذ محمود تميمي اصلا يريد يحاول قدر الامكان يسرع بتوظيف يعني اليوم استاذ عمار على سبيل المثال في الساعة الثانية والنصف تقريبا ظهرا بالعادة بقية الدوائر يمكن تشوف انت بالشارع ثنتين ونصف وخميس ويعني قد يكون موسمو نص دوام وكذا الدوائر طلعت احنا بالثنتين ونص اليوم عندنا جلسة طارئة عقدت في المجلس فيما يخص والكل كان يعني متابع لهذه الجلسة والموظفي المجلس كلهم حاضرين فيما يخص تعيين 879 المصادقة على قرار عفوا تعيين 879 من الاوائل من خريجي المهن الطبية والصحية تم اليوم مصادقة على قرار تعيينهم وعلى ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيب بعد ان الايام الماضية شهدت كثير من جولات المباحثات ما بين وزارة التعليم العالي وزارة الصحة وباشراف حكومي مباشر من دولة الرئيس السيد محمد السوداني في موضوع انه كيفية تعيين الاوائل من مخرجات وزارة الصحة المشمولين بقرار 189 879 879 اليوم مصادق المجلس مجلس الخدمة العامة الاتحادي على قرار تعيينهم على ملاك وزارة التعليم العالي هل لن نوقف لنا